أول مرة هعملكوا أكلات عربية في البرنامج هعملكوا كابسة سعودية على الأصل السعودي لو ما جربتهاش قبل كده جربوه على الطريقة دي هتاكلوا صواباكم وراها وكل سنة وانتو طايبين أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج سنة أولى مطبخ في موسم جديد في رمضان السنة دي كل سنة وانتو طايبين السنة دي قررت ان انا عمل فكرة مختلفة ما عملناهاش قبل كده في البرنامج وهي ان انا اعمل أكلات من بلاد عربية كتير زي السعودية ولبنان وسوريا وغيرهم كتير كمان من البلاد أكيد طبعا هنعمل أكلات مصرية هعملكوا كابسة سعودية فيه الناس بتعملها بالفراخ وفيه الناس بتعملها باللحمة بس النهاردة عاملها لكم بالفراخ بجد طعمها حلوة جدا وسهلة جدا ومش مكلفة خالص يلا هوريكم النهاردة الكابسة السعودية بتتعمل ازاي وبالف هنوش أول حاجة معانا هنجيب حلة كبيرة وهنحط فيها معلقة سامنة كبيرة وشوية كده من الزيت ونبتد بقى نحط التوابل بتاعتنا هنحط ورق لورة وقرانفل وعدان قرفة ولومي اللي هو اللمون المجفف بيتجاب من العطار وخبس حبات حبهان وشوية من البصل المفروم كويس جدا ونقلبه بقى كده علشان التدبيلة كلها تاخد من بعضها بعد كده هننزل عليها بشوية زيت كمان علشان حسيت ان الزيت كده تشرب في الأول بعد كده شايفين بقى الأرنين الفلفل الحلوين دول هنحط بقى نقطع كده صغير جدا وبجد بيده طعم حلوة قوي وطعم كده هو مش سبيسي قوي بس بيديله مزازة كده قوي للرز بيبقى بجد طعمه طحفة ومعانا كمان جذرتين كبار مبشورين ماينفعش نعمل الكابسة السعودية إلا بالجذر بجد بيده طعم ولون حلوة قوي للرز بتاعنا ومعلقة صغيرة من التوم وكمان هنحط معلقة صغيرة من جنزبيل الباودر ومعلقتين تلاتة بقى كده ايه من صلصة الطماطر ونقلبها كده نديها تشويحة كده على نار عالية وبعد كده هننزل عليها بقى بطماطماية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة ولما يتشوحوا كده ياخدوا تقريبا دقتين على النار هننزل بقى عليه الفراغ بتاعتنا طبعا مخصولة كويس جدا في الزي واللمون والملح وكل حاجة بعد كده لما نزلناها في الحلة ابتدنا نقلبها شوية ونشوحها كده شوية مع كل التدبيلة والخضار اللي احنا حطناه وبعد كده هننزل عليهم بمية مغلية وبعد تقريبا 40 دقيقة أو 50 دقيقة على حسب حجم الفراغ بتاعكو هكون الفراغ بتاعتنا ستاوت هنبتدي بقى نجيب حلة تانية وهناخد الشربة بتاعت الفراغ ونحطها في الحلة دي هناخد تقريبا من 3 ل 4 مغارف كده من الشربة وهننزل بقى عليهم بكبايتين من روز البسماتي مخصولين كويس جدا ونقلبهم كده تقليبة احنا مش هنحطها اي توابل لان هي اصلا الشربة فيها كل التوابل هنا بقى انا معايا طبق وهنحط فيه شوية كده من الزيت الصغيرين وهنحط فيه كمان زعفران وزعفران باودر زعفران باودر ده علشان يدي اللون الأورنج والزعفران نفسه علشان يدي الطعم الحلو للرز بتاعنا وهننزل بقى علي الرز بتاعنا طبعا بعد مستوى طبعا انتوا عارفين تسوية الرز العادي بتبقى عاملة ازاي هنا بقى الفراخ بعد ما استوت معنا هنطلعها وننزل عليها كده برشة كده من اللمون كل ما تقطروا اللمون كل ما هتبقى الفراخ طعمها حلو قوي وبعد كده هندخلها الفرن تقريبا لمدة 5 دقايق او 10 دقايق على الشواية وبكده تكون الكابسة السعودية بتاعتنا خلصت وعشان ندلع الكابسة بتاعتنا هنرش كده من فوق شوية بقى دونس وبكده تكون الكابسة السعودية خلصت ويا رب ان شاء الله لما تدقوها تعجبكم وولولي رأيكم في الكومنس وبالفة هنأوشفها